موسيقى بعدما أصبحت الثروة السامكية تضاهي بمردوداتها الاقتصادية والإنتاجية الثروة الأخرى إلا أنها اليوم تشكل إهمال الحكومي الذي أدى إلى تناقص بمردوداتها المالية والغذائية إلى درجة كبيرة خلال السنوات الأخيرة والتي أثرت سلبا على مربي الأسماك أخي العزيز أحنا كأصحاب بحيرات أسماك فأحنا مربي أسماك يعني هاي شغلتنا فأحنا جاء نشتري الأسماك يعني من السوق سوداء من بره فالدولة ما دعمتنا يعني لا بأسماك لا بشيلة العلف غالي يعني السمك الربية وهذا يصير كيلو كيلوين الوزن ما لا يبيع الكيلو 3000 دينار فما جاء يسد العلف ما نسده نحن كأصحاب بحيرات ومربينا أسماك نعاني من عدة مشاكل ومنها ارتفاع سعر العلف ماكو دعم من الدولة نهائيا خفاظ سعر السمك بسبب السمك اللي يجينا من الخارج وطبعا نحن نطلب من الدولة الدعم كقروض أو توفير أعلاف أو توفير أسماك للغرض التربية مراقبون اقتصادينا أكدوا أن الثروة السمكية تسير في طريق مجهول وعمليات الإنعاش بطيئة من قبل الجهات المعنية مطالبين وزارة الزراعة بإطلاق مبادرات من شأنها النهوض بواقع الثروة السمكية من خلال تبنيها خططا ستراتيجية لدعم هذا المورد الاقتصادي المهم لماذا لهذه الثروة من أهمية كبيرة؟ بالمقابل نرى الدعم ضعيف جدا من قبل الدولة للمزارعين ولمربية الأسماك من هذا الجانب وزارة الزراعة هي المعنية الأولى بدعم هذه الثروة دعوة إلى وزارة الزراعة لدعم مربية الأسماك ومربي هذه الثروة تعتبر مهمة جدا في حياة المواطن دعمهم بالأعلاف ودعمهم بكافة المستزلمات والمبيدات التي من شأنها أن تحافظ على هذه الثروة الأسماك تتراوح أنواعها وأشكالها ولكن المربين عادة ما يعتمدون في تربيتهم على نوع معين لقلة الدعم فلو كان هناك دعم ودعم كبير من وزارة الزراعة ووزارة الحكومة المركزية والدولة بشكل عام كان تنوعت هذه الأسماك وأنواعها الثروة السمكية كالثروات الأخرى تشكو الإهمال الحكومية على الرغم بما تحققه من جدوة اقتصادية سدت حاجة الأسواق المحلية لقناة صالح الدين الفضاء يفاضل أنصاري قضاء دجين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر